أسمع رأيك بورية والله خطوة جيدة تشكيل اللقنة هذه ومثلما تفضل لقب العزيز ستكون التصويت الإلكتروني والإجراءات الإلكترونية يعني اللقنة نتمنى أنها تكون نقلة في تنظيم عملية الانتخابات الأندية نحن شفنا في انتخابات سابقة الأندية متعددة يصير فيه لغة كثيرة يصير فيه احتجاجات يصير فيه حتى طعون ويصير فيه اتهامات للإدارة المشرفة من رعاية الشباب على الانتخابات وأن الطعون ما يؤخذ فيها وأن الطعون ما يلتفت لها نتمنى إن شاء الله أن هذه الصوات هذه أو المطالبات هذه وكان آخر انتخابات من الاتفاق قبل كم شهر كان فيه مطالبات من الإدارة السابقة أنه فيه طعون فيه إجراءات خاطئة فيه كذا واشتكوا إلى أنه لم يؤخذ بأراءهم لم يؤخذ بطعونهم لم يؤخذ نتمنى إن شاء الله أن لقنا هذه تقضي على السلبيات السابقة إن شاء الله ونرتقي بعمليات الانتخابات في الأندية كلها إلى مرحلة أكثر شفافية وأكثر وضوح وأكثر انصاف للجميع سواء الفائز أو لم يحالف الحوض في الانتخابات صحيح طيح عبدالله نحن بحاجة لها الخطوة من زمان يعني من خلال المراحل نحن اللي شفناها الماضية يعني تبين لنا أنه إحنا بالفعل بحاجة لخطوة مثلها الخطوة من الرئاسة العامة رعاية الشباب نعم بالتأكيد إحنا نحتاج لتنظيف في العملية الشوائية اللي كانت بتحصل وما حد بيكون مقتنع يعني بالانتخابات وسيرها وإلى آخره مهم جدا بس أنا ما زلت أؤكد على موضوع أنه يجب أن يكون هناك قوائم رئيس مجلس إدارة متكامل مما شاكلنا في الكرة السعودية سواء إدارات الأندية أو الاتحاد السعودي الكرة القدم أنه كل مرشح يترشح بشكل فردي بالتالي بنخرج مجالس غير متناقمة غير منزجمة وفاشلة وبعدها نقول عدم استقرار طبيعي يكون عدم استقرار طالما هذه الآلية هذا اللي أنا أتمنى الخطوة أني أسمع أنه بالفعل تم تغييرها وصار قوائم متكاملة مجلس إدارة متكامل كتلة واحدة يترشح كتلة منسجمة تحقق النجاح المطلوب نعم طيب كابتن حمد أنت كيف شايفها الخطوة بس أنا أذكرت رصوت أبو أحمد أنا مو واضح بالنسبة لي أنا بالنسبة لي للخطوة أنا أشوف الراسة قاعدة تعجل في أمور كثيرة عشان الخاص خاصة يبدو لي كذا في موضوع الأمور المالية في الأندية الآن موضوع الانتخابات وبالتالي أنا أتمنى أن نشوف انتخابات بما أن الأندية لها جماهير في شتى مناطق المملكة أنه يحق لي يصوت آليا يعني مثلا نادي في الشرقية في عنده جماهير في الجنوب أو في الشمال أو لازم يجي هو يصوت صعبة جدا مدام هو بيسدد البطاقة عن طريق البنك يعطى فرصة أنه يصوت أيضا من خلال عمل إلكتروني يعني يكون هذا النظام مفتوح يسمح به والأهم من ذلك أن نشوف عدد كبير في الأندية يعني ما تقارنت بجمعية نادي الاتحاد وهو نادي كبير جدا وصاحب شعبية جماهيرية كبيرة ما يتساوى مع الجمعية اللي عقدت الكبير في نادي الاتفاق طيب عبدالله فلاتة قبل ما أطلع فاصل بس يقول لك في تويتر المنتصف سؤال موجه إيش آخر المسجدات في موضوع محمد نور باختصار موضوع نور يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي مشيئة الله تعالى نور حيقادر يوم الأحد إلى جنيف مع فريق العمل وتحديدا يوم 16 حيكون فتح العين بمشيئة الله تعالى أنت متفائل بمستقبل محمد نور والله المحامي متفائل وأنا أتفائل من خلال المحامي أنا لما أقول مستقبل أقصد فيها القضية إي ونعم المحامي المتابع للقضية أو فريق العمل أنا اليوم كان واحد منهم كنت متواصل معها الصراحة فالجماعة متفائلين متفائلين يعني إن شاء الله ما أبسر في التفاول أنا أعرف مجمهيرة الاتحاد الجماهيرة السعودية قاطبة تتمنى يعني النور أنه انتهي الموضوع بالنهاية الإيجابية الكابتن نور وتطلع العين بي سلبية أو الإجراءات الأخرى اللي ستتوافق مع الموضوع أنه هي العملية مو بس مجرد فتح العين به في بعض إجراءات أخرى ممكن من خلالها يتم إثبات براءة اللاعب كلهم متعاطفين وكلهم متفائلين وأنا أيضا متفائل من خلال فريق العمل ومن خلال أشعره من خلال الناس الطيبة طيب هنا بأيضم تويتر المنتصف يقول لك أنه لو كان بيد عبد العزيز الهد لك ما خلى محمد نور وخلى يوصف الثنيان 121 هدف والله ما هو بيد أن أسجل أهداف ولا أعطي أهداف ولا أعطي ألقاب يعني الألقاب تحدد في الميدان صحيح لو كان بيد تعطيه هدفين عشان يطلع الأول ولا أنت مكتفين محمد نورس لو كنت حنا حارس يمكن تقول لي تخلي يوسف يسجل ولا لا بتخليه يسجل ولا لا والله يوسف اثنيان صراحة نجم كبير ومشرف لكل حارس يسجل يوسف في مرمى